نروح بقى الكابتن زياد ده بطل عالمي فأكيد عشان توصل لإنك تكون بطل عالمي أكيد فيه مشوار بدأت إزاي اللعبة؟ أنا بدأت اللعبة أنا عندي خمس سنين وأنت بقى خشصاء وكابتن شريفه من الأول الناس يعني حببني في السلاح يعني أنا أصدق تبالع في الأول سلاح شيش من خمس سنين؟ من عندي خمس سنين؟ شفنا تهجو غريب شوية من خمس سنين؟ أتطال في سن خمس سنين أقول لك ألعب كراتيق سباحة الحاجات اللي هي اللي الناس كلها بتلعبها لكن إيه اللي خلاك تروح لسلاح شيش أو لسلاح السيف؟ أنا كنت يعني كنت لعبت رياضة كثير قوي يعني هنبول وكورة وسباحة وحاجات كثير جدا يعني عظيمة فقاليت اللي أنا قالت إن السلاح حاجة مختلفة شوية يعني وعجبتني بصراحة للفكرة فكنت بروح في الأول كده أروح ماشي يعني أتفرج أتطال في خمس سنين يعملش حاجة فبسة كده عجبتني اللعبة وكملت وقى فيها أو بقت أول أو كان بقت بقى بجد من أول إنجاز حققته كان 2018 كان تحت 14 سنة كان بقى متواصل بقى تبقى هنا بجد يعني أركز يعني في السياحة 2018 كانت تحت 14 سنة أنت عمرك كام دلوقتي يا زياد؟ 17 17 سنة يعني إيضا نقول 12 سنة بتلعب أه تقريبا شيش وفكرة إنك الحصول على بطولة عالم في الوقت القليل ده ده وقت قليل على فكرة يعني مش مش وقت كتير مش حاجة بالسهل كده جاءت بسرعة التعامل بقى مع الرياضة خصوصا إنها مش رياضة مشهورة قوي ومش رياضة كامل يعني مش بتتلعب في كل النوادي ومش بتتلعب في كل مراكز الشباب ده بيأثر على شكل المنافسات اللي أنتو بتنفسوها يعني أنتو عارفين بعض عددكم قليل بتلعبوا الرياضة ولا القاعدة بتاعة الممارسين للرياضة بتزيد فده بيساعدكم إنكم تنفسو أكتر وتتضربوا أكتر والفكرة يعني أنا في مصر يعني كلنا عارفين بعض يعني بتبقى الخبرة أكتر بتاخد نبدأ نلعب الناس بره يعني يبقى في مدارس مختلفة يعني مثلا الكوريين بيبقوا بيلعبوا طريقة مختلفة المجاريين بيلعبوا طريقة مختلفة فكل دول أنا من سفر بره بناخد خبرة منهم يعني فده بيساعدنا هنا بشكل أموي حتى المالكوبار مثلا إحا التبرينا بيروحوا يلعبوا مع الكوبار يعني يعني يعبوا مع الاسفان بياخدوا خبرة يجينا حلعبهم في التبرينا فإحنا يعني بنقسم منهم الخبرة دي يعني عظيم